السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية ذكرت مصادر علامية ان المغرب نزل بثقله عسكريا في الكركاراتة حيث كشفت المصادر ان عدد من الاليات التقيلة التي حشدتها القوة المسلحة الملكية المغربية في المعبر الحدودي منذ الاسبوع الاول من الشهر الجاري الى غاية اليوم وصلت الى مئة مركبة وذكرت المصادر نفسها ان هذه الارثال العسكرية المرفوقة بالاف الجنود وضعت على اهبة لتنفيذ عملية واسعة لتقبل منطقة العزلة في الحدود مع موريتانيا لتمديد الجدار وتأمين المعبر حتى موريتانيا وكذلك اتمام بناء الطريق وكانت جبهة البوليزاريو الانفصالية وضعت حجزا عسكريا في المركز الحدودي الذي يربط بين المغرب وموريتانيا وحولت عرقلة المرور في المنطقة العزلة وهو ما دفع المغرب لا رفع تأهبه العسكري وحج ترصانته في المنطقة شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان ترجمة نانسي قنقر